السلام عليكم تلامينا الأعزاء وإياكم ست سراء من المدرسة العراقية الألمانية ذيقار في درس التربية الإسلامية درسنا لهذا اليوم في الوحدة الرابعة الدرس الثالث من الحديث الشريف حفظ اللسان قال رسولنا محمد صلى الله عليه وآله رحم الله أمرأ قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم صدق رسول الله هذا الحديث الشريف يتحدثنا عن حفظ اللسان نحن نعرف أن اللي يجلب للإنسان الأذى والضرر والمشاكل هو اللسان فلا بد علينا أن نحفظ هذا اللسان من الكلام اللي يسبب لنا أذى من الكلام اللي يسبب لنا ضرر ودعم نفكر بالكلام قبل أن نقول يعني قبل الكلمة لا بد نفكر بها قبل لا أن نقولها وأن لا بد علينا أيضا أن نقول الكلام الطيب الكلام النافع اللي بيه خير للناس الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وانت عقل العقل الإنسان يفكر يعرف هذا نافع هذا ضار عفوا يعرف أنه هذا صحيح هذا خاطئ وغيرها فبالتالي الكلمات اللي يتكلم بها الإنسان مع الآخرين لابد أنه يعرف هاي الكلمة رح يقولها نافعة أو ضارة فالإنسان المؤمن دائما تكون كلامه طيب كلامه نافع خصوص إذا تكلموا أي ناس في مجلس أو اشتماء أو أي آخر كلام الخير مثليش؟ مثل تعليم الناس رشادهم إلى الأشياء اللي تنفحهم الإصلاح بين الناس وحثهم إذا كان هناك خلاف أو عداوة هذا يدخل ضمن الآمل عفوا الكلام الطيب إنه إذا شخص عندي عداوة وخلاف أنا لازم أحث أصلح بيناتهم أحثهم إن تركون هذا العداوة والخلاف وينهي الناس عن الأشياء الضارة فرسول محمد هناش ماذا يقول؟ يقول رحم الله أمرأ قال خيرا فغنم هنا بعنى غنم أي إنه يربح يعني الإنسان اللي يتكلم بكلام طيب بكلام نافع بكلام خير هنا الإنسان سوف يربح ماذا يربح؟ يربح مرضات الله سبحانه وتعالى يربح حب الناس احترام الناس إليه وكذلك يستطيع أن يكسب حقه إذا كان له حق يطالب به وكذلك أما إذا أنا شوف إنه الإنسان يتكلم بكلام سوء مثل ياخذ غيبة شخص أو ياخذ نميمة أو يظلم الناس وغيرها فأنت بالتالي شوفت هذا الشخص سختار أحد المؤمنين أو المسلمين هذا الشخص شوفه ظلم أحد الناس أنت هنا ما تقدر تغير هذا من الكلام فلا بد عليك أنك ما تشاركه بكلمة سيئة ما تشجعه على كلام السيئ وسكتت يعني أنت ما بيدك حيلة لا تقدر مثل الضربة أو تتحاجي ولا فبقيت خذية موقف السكوت هنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم يقولي ليسكت هذا هم شوي بيفادة أنه رح تكون سلامة إلى من الآخرين ومن أقاب الله سبحانه وتعالى ذلك نفس ما قلنا يا حبائي اللسان هو اللي يجب لنا الأذى هو يجب لنا الضرر هو يجب لنا المشاكل فلا بد علينا أن نفكر جيدا بالكلام اللي لا بد أن نقولها قبل لا نقول هذه الكلمة يجوز لها السبب جرح مشاعر الآخرين أو سبب في شجار مع الآخرين ولا بد علي أن نفكر بهذه الكلمة قبل أن أتكلم بها وأوظلم الناس هذا بالنسبة للدرس أما بالنسبة للمناقشة اللي تخص درسنا لهذا اليوم فهي أولا اذكر حديثا نبويا عن حفظ اللسان الجواب هو الحديث اللي قرناه قبل قليل قال رسولنا محمد صلى الله عليه وآله رحم الله أمرأ قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم النقطة الثانية ما صفات كلام المؤمن الجواب الإنسان المؤمن دائما يتكلم بالكلام الطيب بالكلام النافع اللي تحث الناس على تعليمهم وأرشادهم إلى التعاون أو إلى الإصلاح بين الناس وحثم على ترك الخلاف والعداوة النقطة الثالثة ماذا يربح الإنسان الذي يقول كلمة خير أنا من أقول كلام خير كلام طيب نافع شو راح أربح إن الإنسان راح يربح مرضات الله سبحانه وتعالى وحب الناس واحترامهم إليه ويستطيع أن يكسب حقه إذا كان له حق يطالب به رابعا ماذا يجب على الإنسان أن يفعل عندما يسمع كلمة سوء أنا من أسمع كلمة سوء مثل سماعة غيبة سماعة كذب سماعة نفاق سماعة ظلم شنو الواجب علي أن أفعله الجواب أنه أنا لما أرى أو أسمع كلام سوء نفس ما قلت لكم مثل غيبة أو نميمة أو غيرها وما أقدر أنا أغير هذا السوء الواجب علي أنه لا أشارك بذلك الكلام السيء ولو بكلمة واحدة وألتزم وأخذ موقف السكوت لأنه لما يتكلم بالخير أنا أول عفوا أنا أما أتكلم بخير وأنفع الناس أو أسكت وفي سكوتنا هو رح يقول إن السلام من الضرر ومن أقاب الله هذا كل ما يخص الدرس لهذا اليوم نتقل على الدرس القادم في أمان الله